بسم الله الرحمن الرحيم مثال ثلاثة من واقع الحياة أعدل الموقف الوارد في بداية هذا الدرس في استعمال برمج الخطية لإيجاد عدد القطاع التي تطلب إنتاجها من القياسين لتكون التكلفة أقل مما يمكن طبعاً إذا عدنا الموقف الوارد في بداية هذا الدرس سنجد هذا الجدول هنا عندي عدد الثواب المنتجة في اليوم الواحد المقاس أقل عدد أكبر عدد تكلفت إنتاج الثوب طيب عندنا نوعي من القياس قياس صغير و قياس كبير قياس صغير نرمزه بالرمز X والقياس الكبير نرمزه بالرمز Y طيب نوجد الآن متباينة القياس الصغير قياس صغير رمز X إذن X أقل عدد 600 و أكبر عدد 1500 إذن 600 أقل من يساوي X و X أقل من يساوي 1500 و Y معادلة القياس الكبير من 800 إلى 1700 من 800 أصغر من يساوي Y Y أصغر من أو يساوي 1700 عدد الثياب من المقاس الصغير باليوم الواحد 600 زائد 1500 وهذا يساوي 2100 و عدد الثياب من المقاس الكبير باليوم 800 زائد 1700 وهذا يساوي 2500 يعني عدد الثياب المنتجة من المقاس الصغير والكبير لا يقل عن 2000 إذن نقول X زائد Y الثياب من المقاس الصغير والثياب من المقاس الكبير لا تقل إنتاجه باليوم واحد عن 2000 طيب الآن صار عندي ثلاث متبعينات نبدأ بتمثيلها بيانيا ثم نوجد أقل تكلفة مما يمكن من خلال جدول القيم العظمى والقيم الصغرى طيب نقول هنا هذه طبعا بشكل سريع مثلها بيانيا X و Y X زائد Y أصغر من يساوي 2000 نكون جدول بهذا الشكل قيم X و Y مر X بصفر و مر Y بصفر طيب إذا صارت X بصفر Y راح تساوي 2000 و نفس الكلام إذا كانت Y بصفر X راح تساوي 2000 نبدأ الآن بتمثيلهم بيانيا نبدأ من 400 800 1200 1600 و 2000 هنا نفس الكلام 400 800 1200 200 و 2000 طبعا هذه X ثياب من مقاس صغير وهذه Y ثياب من مقاس كبير نبدأ الآن بتمثيل متباين الأولى بيانيا نرسم خط رأسي عنده 600 و عنده 1500 لأنها تقع المحور X إذن هذا المحور X عنده 600 تقريبا هنا نرسم خط رأسي و أيضا عنده 1500 هنا تقريبا الآن نرسم خط رأسي الآن نرسم خط رأسي عنده محور Y عنده 800 و عنده 1700 تقريبا تقريبا هنا الآن نبدأ برسم من المتباين الثالثة X صفر Y الثالثة X صفر Y الثالثة X صفر Y الثالثة النقطة الثانية X هلفين Y صفر هنا نبدأ الآن برسم هذا المستقيم طيب منطقة هالحل في هذا الاتجاه نفس الطريقة هنا وها هنا منطقة هالحل هذا المستقيم في هذا الاتجاه إذن المنطقة هذه هي منطقة الحل إذن هذه هي منطقة الحل نتج عندي من خلالها أربعة أو خمسة روس نبدأ الآن بإيجاد قيم هذه الروس الرأس الأول X ألف خمسمية و Y ألف سبعمية الرأس الثاني X ستمية و Y ألف سبعمية الرأس الثالث X ستمية و Y تقريبا 1400 الرأس الرابع X 1200 و Y 800 الرأس الخامس والأخير X 1500 و Y 800 نوجد الآن القيم العظمى والصغرى يقول هنا X و Y هنا الدالة طبعا الدالة من الناتج هنا X و هنا Y 55X زائد 70Y إذن 55X زائد 70Y هنا قيمة الدالة بعد تعويض النقاط فيها طيب النقطة الأولى هنا نبدأ الآن بتعويض هذه النقاط في نفس الدالة نبدأ الآن بتعويض هذه النقاط في نفس الدالة طبعا أكبر قيمة هنا هي 200 و 1500 ريال طبعا هذه أكبر قيمة هي القيمة العظمى والقيمة الصغرى هي عنده 122000 ريال إذن هذه هي القيمة الصغرى وأيضا المطلوب السؤال هنا أقل مما يمكن يعني القيمة الصغرى المطوب هنا القيمة الصغرى عنده هذه النقطة إذن يجب إنتاج 1200 ثوب من المقاس الصغير و 800 ثوب من المقاس الكبير لتكون التكلفة أقل مما يمكن ترجمة نانسي قنقر